أهلا بحضراتكم من جديد يمكن كنا لسه بنشوف من شوية المظاهرات المؤيذة للحق الفلسطيني في شوارع مصر في كل المحافظات وده العادي لو حضراتكم بتتكلموا مع الناس في الشارع بكل عفوية وتلقائية هتلاقي ناس بتتكلم عن فلسطين وبتسعى عن غزة وأحداث غزة واللي بيحصل والحقيقة ده انعكاس للدور المصري المحوري في هذه القضية اللي على مور التاريخ ده قضية أساسية ومحورية بالنسبة لنا وقضية القضايا كما أسميها السيد رئيس عبدالفتاح السيسي والحقيقة انه الدولة المصرية في هذا الصدد بتقوم بجهود كبيرة من أجل احتواء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وحقن الدماء الفلسطينية وخصوصا بعد اكتاح جيش الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني في نفس الوقت المفاوضات كانت في القاهرة مستمرة من أجل التوصل لوقف اطلاق النار في غزة وده الحقيقة شافوا لعالم كله وكان فيه اشدادات عالمية بالدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية وانهاء الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود داخل غزة الحقيقة ان الدولة المصرية أكدت في أكتر من مناسبة رفضها التام والكامل لكافة أشكال العنف خصوصا مع الإسرار والتعنط الإسرائيلي على استكمال العمليات العسكرية في رفح النهاردة بنطرح مع حضراتكم في التساعة يعني مجموعة من الأسئلة اللي ممكن نشوف بها سيناريوهات الفترة القادمة في ظل الجهد المصري الضخم في إدارة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ويعني كل هذه الإجابات حنشوفها مع ضفنا اللي بنوارنا النهاردة الكاتب الصحفي أستاذ أشرف عبدالغاني مدير تحرير الجمهورية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يعني إحنا نرد أمام قرار تاريخي من الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين والحيانه ده نجاح دبلوماسي آخر بنشهده اليوم وبالتأكيد تبعات إيجابية كثيرة للقادية الفلسطينية وانتصار آخر لفلسطين أمام العالم وتغير فيه يمكن رؤية المجتمع الدولي للقادية الفلسطينية بعد الحرب على غزة مع كل هذا هناك إشهادات عالمية بالدور المصري في هذه القضية خصوصا مع يعني بعد الحرب على غزة كيف ترى تغير هذا المشهد الدولي والدور المصري في هذا أعتقد أن الدور المصري منذ اللحظة الأولى لإمدلاع الأزمة في قطاع غزة وكان دور محوري للغاية لعبت الدولة المصرية على مدار الأشهر السبع الماضية دورا شديد الأهمية بالنسبة للقضية الفلسطينية أعتقد أن الفارق الكبير الذي حدث في الأزمة الفلسطينية ونعكاس وجهات النظر العالمية من نظرة سلبية للغاية لما يجري في قطاع غزة والقضية الفلسطينية إلى نظرة إيجابية بشكل شبه كامل في ما يجري أعتقد أنه كان منعطف الذي عقدته الدولة المصرية لمؤتمر القاهرة للسلام هذا المؤتمر أعتقد أنه لعب دورا شديد الأهمية في إرساء الأمور ووضع الأمور في نصابها الصحيح تصحيح المفاهيم الخاطئة ووضع دولة الاحتلال الإسرائيلي وما تفعله من جرائم وحرب إبادة جمعية لأهالينا في قطاع غزة موضع الاهتمام العالمي أعتقد أن هذه المسألة كانت بمثابة النقطة الفصل في النظر وجد نظر العالمية نحو ما يحدث في قطاع غزة أيضا الدولة المصرية بقادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأشهر السبعة الماضية شاركت في العديد من القمم ودعت في العديد من القمم أجرى العديد من الاتصالات وصلت لنحو 97 اتصالا ولقاء قمة واستقبالات لضيوف وكبار قمم مصرية أوروبية قمم مصرية ألمانية فرنسية ثمانية اتصالات مع الرئيس بايدين بخلاف العديد من الأمور والتحركات التي قادتها الدولة المصرية بزكاء وحكمة بالغة في التعامل مع الأمور في قطاع غزة وأعتقد أنه لو لا هذه الحكمة المصرية والدور الشديد الهمية الذي قامت به على مدار الأشهر الماضية لما كان لأحد أن يلجم جماح الدولة الإسرائيلية في عدوانها اللامسبوق حيال أهلين في قطاع غزة ولكن الدورة المصرية واستضافتها للعديد من المفاوضات والتحركات والضغطات الدولية وقيادتها للمجموعة العربية في مجلس الأمن والأمم المتحدة كل هذه المسائل أعتقد أنها لجمت إلى حد كبير التحركات الإسرائية وهنا أستاذ أشرف يعني يجب الإشارة للمفاوض المصري وصلبته واجتهاده الشديد وصمره الشديد في سلسلة من المفاوضات الماراتونية المهلكة ويعني الجهود الكبيرة اللي بيبزولها هذا المفاوض الوصول لهدنة ولحق الدم الفلسطيني على الجانب الآخر هناك ربما يعني بعض الجهات اللي بتتربس بالجانب المصري دائما والحديث على أنه لم يقدم يد العون للجانب الفلسطيني إزاي شايف ده وردك عليك أعتقد الرد على هذه النقطة من محورين أساسيين أولا هناك وقت حينما تضع هذه الحملة أوزارها وتنتهي الأزمة سيتضح أمام الجميع مدى الدور الفاعل والقوي جدا الذي لعبته الدولة المصرية على مدار أشهر من المفاوضات الشاقة والمضنية كانت فيها القاهرة بمثابة عاصمة التفاوض لأطراف العديدة وليام بيرنز أعتقد أنه حضر إلى القاهرة وعقد لقاءات مع مسؤولي الدولة المصرية بأكثر من ما ذهب إلى البيت الأبيض وعقد لقاءات مع جو بايدن وأنظمة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية الوفود الأمنية التي قابت بها الأجهزة المصرية في قطاع غزة محاولة حفظ الأمن تقديم المساعدات الإنسانية هذه الأدوار أعتقد أنها سيأتي وقت وتكشف تماما عن عظم هذا الدور وتأثيره الإيجابي للغاية خلال هذه الأزمة كل الإدعاءات والإفتراءات التي تحاول أن تطول الدور المصري في هذا الوقت الشائك والصعب جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية أعتقد أمن الدولة المصرية من خلال التحركات العديدة التي قامت بها خلال الأشهر الأخيرة أعتقد أنها نسفت هذه الإدعاءات من جزرها الرئيس السيسي كان أهمه والأكبر على مدار الأزمة هي فكرة أولا الحفاظ على الأمن القول المصري وهذه مسألة خط أحمر لا يقبل المساس به تحت أي حال من الأحوال رفض كامل لأي محاولات من جانب أي أطراف حتى في مقدمة منهم الأطراف الفاعلة في المنطقة وعلى مستوى العالم في تصفية القضية الفلسطينية الدولة المصرية أيضا كانت أول من نبهت على فكرة النظر إلى جزر الأزمة وأساس الأزمة التي أدت إلى ما حدث في قطاع غزة وهو عدم النظر إلى القضية الفلسطينية ووضعها إطار النسيان على مدار سنوات وسنوات خلال منذ 2010 وحتى الآن التي أدت تداعيتها بالفعل إلى ما نحن فيها الآن إذن الدور المصري الكبير الذي لعبته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقيادة مؤسسات الدولة المختلفة أعتقد أنه سيأتي وقت ما وتنكشف الصورة جالية أمام المواطن المصري والمواطن العربي وأيضا أمام الرأي العام العالمي أنه لو لا هذا الدور لكانت هذه القضية الآن ربما في وضع أثر سؤال من ما هي عليه الآن سيد أشرف إزاي شايف أنه ممكن تكون هذه المفاوضات مجدية في هذا التوقيت وإسرائيل مصر على اكتياح رفح ومصر على ربما تحدي العالم أجمع بهذه التصرفات يعني إزاي شايف الصورة النهارة بالتزامن مع الاجتياح الإسرائيلي لمنطقة معبر رفح من الجانب الفلسطيني أعتقد أنه بالتزامن مع هذه النقطة تحديدا كانت هناك موافقة ضمنية من حركة حماس على المبادرة والورقة المصرية التي طرحت للمناقشة بين الأطراف المختلفة بضمانات كثيرة من الدولة المصرية واحتفال الأهالي بالهدنة بدء الاحتفال لرفع المعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشونها ولكن من الواضح جاليا أمام العالم أجمع أن حكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة الآن هي من يرفض تماما مد يدها بالسلام والوصول إلى هدنة أعتقد أن كل المخاوف التي كانت مطروحة من جانب الطرف الإسرائيلي والمخاوف المطروحة من الطرف الفلسطيني استطاعت الإدارة المصرية لهذه الأزمة أن تضع منطقة طلاق بين الطرفين وده مهارة المفاوضة المصرية لتنا بنتكلم عنه مهارة شديدة للغاية ودور شديد الفعالية في هذه الأزمة وكون أن تصل الدولة المصرية من خلال الأجهزة المعنية إلى هذه النقطة من الطلاق بين الطرفين وصيغتها في دباجة سياسية ودبلوماسية وقانونية شديدة الحنكة وشديدة الزكاة حتى وصلنا إلى النقطة التي من المفترض أن يكون هناك رد إسرائيلي نهائي فإزبط طرف الإسرائيل ينسحب تماما من هذه المبادرة بعد موافقة مسبقة ويثبت للعالم أن الحكومة الإسرائيلية هي المختطفة وهي التي أصبحت أسيرة لدى اليمين الإسرائيل المتطرف وأن الورقة المصرية إن كانوا أرادوا سلاما بالفعل وهدنى حققية على أرض الواقعة في قطاع غزة فلنجد أفضل من الورقة المصرية التي تحقق الهدوء ليس للقطاع في حسب وإنما للمنطقة بالكامل صحيح نروح دلوقتي للفاصل ونرجع نستكمل حديثنا ويمكن النهاردة كان فيه فيديو أثار ضغجة عالمية وهي مسألة قطع الطريق أمام المساعدات بالحجارة من قبل المستوطنين وده يمكن سياسة الخلاص أو الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وده سياسة اللي بيتمناها جيش الاحتلال الإسرائيل نروح لفاصل ونرجع مستمرين مع حضراتكم وحديثنا مع الكاتب الصحفي أشرف عبدالغاني مدير تحرير الجمهورية فاصل ونرجع مع حضراتكم